اشتركوا في القناة للعمليات القتالية البحرية وبدأت الرماية على الاهداف المحددة ضمن نطاق المواقع الدفاعية كما قامت الانظمة والاسلحة الرئيسية للقطع البحرية برصد ومشاغلة الاهداف وتنفيذ الرماية عليها بالذخيرة الحية حيث تم اصابة جميع الاهداف اصابة مباشرة ودقيقة باستخدام احدث الاسلحة القتالية والتقنيات البحرية المتطورة التي من شأنها زيادة فعالية السلاح البحرية الملكي البحريني في مواجهة الحالات القتالية المختلفة ورفع مستوى وكفاءة منتسبيه ضمن استراتيجية التحديث والتطوير في مجال التدريب البحري التي تنتهجها قوة الدفاع من اجل تهيئة ارضية عسكرية صلبة لحماية الحدود البحرية ومكافحة عمليات الارهاب والالغام والتسلل والتخريب وتعد هذه الرماية من ضمن الرمايات التي يعقدها سلاح البحرية الملكي البحريني لصقل منتسبيه وتأهيلهم على العمل التكتيكي والعملياتي الى جنب ترسيخ مفاهيم العمل المشترك مع مختلف الاسلحة بقوة دفاع البحرين